طالب النائب عن اتحاد القوى عادل المحلاوي الحكومة المركزية بتطويع أبناء المحافظات المنكوبة في مستشارية الأمن الوطني والسلك الأمني مؤكداً أن أبناء تلك المحافظات مغيبون بشكل شبه تام زراء السيد الدكتور حيدر العبادي باتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة بهذا الصدد ومن بينها فسح المجال لأبناء المحافظات المنكوبة وتطويعهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية حيث هناك تغييب واضح لهم في بعض المؤسسات وخاصة الأمنية على سبيل المثال مستشارية الأمن الوطني التي فيها قصور واضح بهذا الصدد وإننا بصدد اتخاذ إجراءات رقابية دستورية ابتداء بالسؤال البرلماني عن آلية التعيين التي تمت وحصت كل محافظة وقضاء فيها حيث لدينا معلومات عن غياب شبه تام لأبناء المحافظات المنكوبة في هذا الجهاز المهم وهذا مخالف للدستور العراقي